لا يزال مسؤول الإسماعيلي ينتظرون موافقة أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم على تجديد تعاقده مع النادي الإسماعيلي حاليا والبعد عن نظام المماطلة المتبع من جانبه لرغبته الرحيل للانضمام لأي فريق آخر وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندسي حالكومي أعلن عن وجود صعوبات في التجديد لللاعب أحمد مدبولي لمدة ثلاثة مواسم بالرغم من وضعه ضمن الفئة الأولى التي تحصل على خمسة ملايين جنيه للسنة الوحدة بسبب تعرضه لإغراءات من أندية منافسة للانضمام إليها في المركات والشتوي المقبل أو نهاية الموسم القروي ويخشى المسؤولين بالإسماعيلي أن يسلك أحمد مدبولي نهج زميله السابق شكري نجيب عندما انتقل لنادي فاركو الموسم الماضي بعد أن رفض الاستمرار بالنادي رغم المحاولات التي بزلت معه لإقناعه بالبعد عن فكرة الرحيل للاحتياج لجهوده مستقبلا مع إمكانية تعويضه ماديا بالشكل المناسب للجهد المبزول داخل المستطيل الأخضر في التدريبات واللقاءات الرسمية بالمسابقات المحلية ولكنه رفض وفضل الانتقال لناديه الحالي وهو نادي فاركو موسيقى 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 موسيقى